اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والأرض والمدهر وبينيه السماع مقويات هو الله أنزل الأمطار أنزل الأمطار أخرج الدمار أخرج الدمار شق البحار أجوى الأنهار أبرع الأنوار أنا والأمصار أحيى الأفكار لا تدرك الأمصار لا تدركه الأمصار وهو يدرك الأمصار وهو يدرك الأمصار وهو يدرك الأمصار يكوّر النهار على الليل ويكوّر الليل على النهار أنزل القرآن نوراً هاديا وحسناً بنيعاً واقياً وأنزله شاقياً من الأموار معافياً ليس فيه حرفاً منزياً ليس فيه حرفاً فريياً سبحان الله سبحان الله سبحانه المرّو الوحيد سبحانه الأفو الحكيم سبحان رب العامين سبحان رب الأرباب سبحان مسب بالأسباب سبحان خالق خلقه بالتوار ونشهد أن نبينا محمد ونشهد أن نبينا محمد رسول الله أمين الله أمين الله بلق الرسالة أدى الأبان نصع الأمة ومع الظلمة الله ومع الظلمة من قرآن العظيم اللهم إنا نسألك بعد صلاحك وسلامك على نبينا محمد كلما ذكرك وذكروا التاكرون وقبل عن ذلك وذلكه الضافلون أهدد على القرآن العظيم وفي أقلوبنا ونوى أقصارنا وجلاء أحزاننا ومهان هموبنا وقبوقنا وسبيع هموبنا اللهم جاء والقرآن العظيم ولأقصارنا جلاء والهموبنا ذهابا ولغنوبنا ملحصا وعن النار مخلصا وفي القبر مؤنسا وعن الناس وعن نورا وإلى النار الرفيقا وبينها وبين النار اقلاما وزقا واجعله شاهدا لما عظينا اللهم ألبسنا به الحلل وأسلنا به الغلل وأسلق علينا به النعم وادفعنا به النقم اللهم ارفعنا برفع القرآن اللهم ارفعنا برفع القرآن وأجعلنا بكرم القرآن وأجعلنا بكرم القرآن ولغنوبنا بنور القرآن وسيئنا بزينة القرآن وسيئنا بزينة القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وسيئنا بأخلاق القرآن وسيئنا بمن يأتبعون لأوامر القرآن وسيئنا بمن ينتهون عن نواي القرآن وسيئنا بمن أهل القرآن أهل الذين هم أجلك وطاصة اللهم علمنا منهما نجرنا ومذكرنا منهما نفسينا ورفقنا لنا وجه وفجم معنا آلاء الليل وأضار النغار على الوجه الذي يرضيك عنا آلاء اللهم جعلنا اللهم جعلنا ممن قرآن القرآن فضغ القرآن به في أعلى من نار آلاء اللهم ولم جعلنا ممن قرآن القرآن فجز القرآن به في النار يا عزيز يا رفا اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم من قلنا بالقرآن العظيم من الدل إلى العز ومن الطلال إلى الهدى ومن الشر إلى الخير ومن الشرق إلى السعادة اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رأى إستمكانك وقلت يا أعزني الطاقل سبحانك فإذا قرأناه فاتفع قرآنه ثم إن علينا بيان أحسن كتبك نظارا وأبصح إلى جبابا وأبنى إلا حلالا وحضارا محكم البيان ظاهر المرهان محروص من السيادة والمقصار فيه وعد ورعيد وتخريب وبهديل لا يأتيه البادل من بيه بيه ولا من خلبه تنزيل من حكيم حميد اللهم تقبل منا خف القرآن اللهم تقبل منا خف القرآن وتجارس عما كان فيه من سنو أو زيادة أو مقصار وتجارس عما كان فيه من سنو أو زيادة أو مقصار يا حمام يا فنان يا آبا الزلال والإقرار اللهم اهدنا فيه من هديت وعافنا فيه من عافيت وتولنا فيه من توليت وبارك لنا فيما عفيت وقنا وصف على النار وحفظك سوء وشر ما قضيت فإنك ترضي ولا نقضى عليك فإنه لا يعز من عليك وعافي الممرعين ترى ربك 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 لك العبن يا الله على ما عطيت ولك الشفر على ما غضيت نستغفر كاللهما لكل ننبر ونطوم إليه لا من لا ولا من جاء منك إلا إليه اللهم لا تدع لها في مقامنا هذا بردا إلا رفتا ولا عيفا إلا سكرتا ولا همّا إلا فرودا ولا مردلا إلا آفيدا ولا ضالا إلا نبيدا ولا مردضا إلا شفيدا ولا ميتا من أموات المتسبين إلا وحبدا ولا عاددا من حوائج الدنيا والآخرة إلا كربا ولا ميتا صراح إلا قضيتها برحمتك وجودك وجرمك يا أرعب الله عمين يا رب العالمين اللهم إلا نسألك من أسمائك الحسنى وصفادك العلاء ونسألك باسمك الأعظم الطيب الأحب العظيم الأعظم الذي إذا تعيت به أجبت وإذا سعيت به أعطيت أن تغفرنا في ليلتنا هذه أجمعين وهبي المسيرين في النار المحسنين وافتح على عبادك المخلصين وجعلنا إلى ذيك داعين وإذا سواد عيركم تثير آمين اللهم نجعلنا من الذين قابلت الصيامهم وقيامهم آمين اللهم نجعلنا من الذين قابلت الصيامهم وقيامهم آمين وأسعتهم بضاعتك فاستعدوا لها أبابهم وغفرت لهم وإدرامهم اللهم أغلقت على هذا السهر الكريم الحبيب العزيز القالي ينصر من بيننا إلا وقد قبرت به ذنوبنا اللهم إنا لا نريد أعشقنا ورغا للقالر أم لا اللهم اجعلنا من عتبائك من النار في هذه الليلة اللهم اجعلنا من عتبائك من النار في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم لا تشوي خلقك من النار اللهم إنك تجد من تعده سوانا ولا تجد من يرحمنا سوانا اللهم لا تعده وجوها سجدت لعبادك اللهم لا تعده أعينا دمعك من خشيك اللهم لا تعده لسانا قرأك لك اللهم لا تعده لك اللهم لا تعده لك شكرا